ترى شلو امكانيات اللي تمتلكها مثلا تعريب البرامج او مثلا عندك كان اكو صعوبة بتثبيت الناطق اكو تطبيق اسمه Smart Voice عربنا الواجهة مثلا خليناها باللغة العربية وصار التطبيق باسم الصوت الذكي الصوت الذكي يحتاج الى عدة ادوات حتى ينطق على الهاتف الاندرويد طبعا بعد ما بحثنا ببرمجيات التطبيق استطاعنا النظيف الاصوات داخل التطبيق صار التطبيق بعد التثبيت وتفعيل التطبيق يبدأ مباشرة بقراءة كل شيء يظهر على الجهاز استخدم عدم مهندسين صوت لهندسة القصاد مثل ما تلاحظ ارجعني الواجهة البرنامج اذا اريد ارجع لسطح المكتب اضغط Alt و F4 مثل ما تلاحظ هذا هو سطح المكتب ادخلي على جوجل كروم ادخليك مثلا على جوجل كروم هذا هو الجوجل كروم مثلا انطي انتر اذا اريد اضحل عليه عندكم كان يتبحث بالجوجل نعم اي شيء مثلا هنا اكتبه راح يبحث على الجوجل مثلا على سبيل المثال نكتب مثلا نكتب نحو فتحه نحو سجابة جوجل الى مطالب المكفوفين وتم اضافة اللغة العربية في محرك جوجل TTS واصبح الناطق افتراضي في هواتف الاندرويد في التحديثات القادمة اشتركوا في القناة